استكمالا لنحو ألفين ابنة بسطت عليها وسورتها بقوة السلاح خلال الأشهر الماضية ما زالت ميليشيا الحوثي تهدف لنهب أراضي المواطنين والاستيلاء على مساحات زراعية شاسعة تبلغ نحو ثلاثة آلاف ابنة من ممتلكاتهم في مناطق سيطرتها وذلك بتوجيهات ما تسمى باللجنة العسكرية وأخرى باسم حقوق أسر إمامية كانت تمارس نفس الأسلوب الميليشاوي ضد اليمنيين آخر تلك الجرائم تمثلت في الاستيلاء على أراضي واسعة بمديرية سنحان جنوب العاصمة المختطفة صنعاء والبناء عليها بدعم وحماية من قوات عسكرية وسط تصدي الأهالي لهذا العباث الذي انتهى بهدم السور بهدف تشييد آخر وهو ما تعتمده الميليشيات لكل الأراضي والمساحات لمصادرتها بالكامل كمناطق بيت العقيل وبيت عبيد بمدرية بني مطر غرب صنعاء التي ما يزال سكانها يواجهون حربا شريسة مع المتنفذين الحوثيين حيث قضى أحدهم على يد إحدى المواطنين بعزنة بني مهلهل في مديرية الحيمة الداخلية حينما حاول البسط على أرضه وبئر مزرعته بقوات السلاح قبائل الجوف هي الأخرى كانت قد اشتبكت مع الميليشيات الحوثية في وادي مذاب بمديرية بريط المراشي على خلفية بسط الأخيرة على أراضي زراعية تابعة للأهالي ما أسفر عن سقوط جرح من الجانبين ومنذ سيطرتها على المحافظة صعدت الميليشيات الحوثية من عملياتها ضد أبناء القبائل في وادي مذاب والخارد ووادي الجوف بهدف السيطرة على أراضيهم ومصادرتها لصالح قياداتها إذن شواهد عدة في مناطق سيطرة الحوثي كانت مسرحا لجرائمه في نهب الأراضي ومصادرتها وحملات مسعورة أخذة بالاتساع للسطو على مساحات جاسعة من ممتلكات المواطنين اعتقلت خلالها الميليشيات عشرات الأبرياء بذريعة وقوفهم في صفوف الرافضين لعمليات السطو القصرية التي كونت الميليشيات منها ثروة طائلة بجانب الجبايات والإتاوات مختلقة لذلك مبررات عدة وذرائع شتى موسيقى